السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم رامي أحمد من قروب الهندسة الإنشائية والطرب سنتعلم اليوم إن شاء الله أمر جديد من أوامر الأتكاد الخفية وهو أمر Extreme طبعا معظمنا يعلم ما هي ميزة أمر Trim إذا قمنا بعمل Trim على سبيل المثال واخترنا Cutting Edge أو حافة القطع هذا البوليغون وأردنا حذف كل ما هو خارق هذا البوليغون نلاحظ سأخذ مننا وقت ومجهود أكبر نلاحظ تمام بينما أمر Extreme يوفر علينا هذا المجهود كله نقوم بكتابة X EX Trim نضغط Enter نلاحظ هنا عدة خيارات طبعا يتم التعامل هذا الأمر يتعامل مع Polyline, Line, Circle, Arc, Ellipse أي أن كان تمام وليكن حافظت الرسم هذا البوليغون هذا البوليغون نلاحظ نتابع شريط الأوامر specify the side to trim on يطلب منك اختيار side لكي يقوم بالقطع تمام اذا أردنا قطع كل ما هو خارق البوليغون تمام نقوم باختيار side الخارجي اذا أردنا قطع كل ما هو داخل البوليغون نقوم باختيار side الداخلي نقوم باختيار السايد الخارجي على أساس أن نريد قطع جميع ما هو خارج البوليغون نقوم باختيار السايد نلاهض قام بقطع كل ما هو خارج البوليغون بوقت أسرع وقهد أقل إذا أردنا عمل إكسترام للجزء الداخلي داخل البوليغون نقوم بكتابة إي إكسترام نضغط إنتر نقوم باختيار حافة الرسم أو الكاتينج إيج ونقوم باختيار السايد الإنر سايد نلاهض قام بقطع كل ما هو داخل البوليغون بوقت قصير جدا طيب لو طبقنا أيضا أمر إكسترام على هذا المثال بسيط وأردنا قطع كل ما هو كل ما يتقاوز الخط الأحمر إما من هذا السايد أو هذا السايد بنقرة واحدة نقوم بكتابة إي إكسترام إنتر نقوم باختيار اللاين الأحمر ونقوم من ثم باختيار السايد الذي تريد قطع الخطوط التي تتقاوز عنه وليكون هذا السايد على سبيل المثال نلاهض قام بقطع السايد العلوي جميع الخطوط التي تتقاوز الخط الأحمر بالسايد العلوي وبهذا ننهي درسنا اليوم إن شاء الله يكون الدرس سهل وبسيط وانتظرونا بالدرس اللقاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته